...الصابة بالكورونا في السودان إلى 7000 والوفيات إلى 447 حالة وفاة ...حالة وفاة ...التالي من الياب العامة اليوم الاثنين بعض الدعاوة الجنائية الخاطة وهذا تظهر الرئيس المخلوق عمر البشير إلى رؤسه لبدء محاكمة الغادة قئيس هاية محامي دارفور يقول تسليم مجرم الحرب كوشيب لنفسه يعد انتصاراً كبيراً للضحايا ويطالب بتسليم بغية المطلوبين بغية المطلوبين مطرعين رأى وقامت سبع الخياد بإطراع في حادث حركة وغع داخل مدينة الفاشر ولاية الجثيرة تسجل 24 حالة جديدة من كورونا وولاية سهرانين ووزارة الصحة الاتحادية تطالب الضوارع في الغانون الطوارئ الصحية والبغاع في المنازل بحثة اليونميز ترسل المزيد من التعزيزات إلى معسكر كلمة للنازحين في مدينة نيالة لمنع تفاهم الأحداث وحال الأحداث 12 ألف شخص من المتضررين في أحداث كارزيوكي بولاية جروب فردفاك وحالة الإنسانية بالغاية ترعون حول كوتوم بولاية شمال درفور يشتكون من منعهم زراعة أراضيهم بالقوة من قبل الرعاة في المنطقة بقوة السلعة بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن عن تخصيصها 3 ملايين يورو لتمويل مشروع تعليمي يستفيد منه أكثر من 22 ألف طفل في ولايته جنوب كردفان والبحر الأحمر مددت الحكومة أمس إغلاق المطارات في البلاد أمام حركات الركاب للرحلات الزولية والداخلية إلى الدنيا والدنيا والدنيا وإستبعوا الشاذات وتوجهات وزارة الصحة وربنا يحفظكم ويدلعافي للجميع وإلى اللغاء أعزائي المستمعين شكرا للاستماعكم لراديو تبانجا واللاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر